موسيقى السلام عليكم ورحمة الله تبارك وتعالى وبركاته مرحبا بكم أخوات الإيمان والإسلام نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكونوا بخير هذا لقاء جديد من برنامجكم نسمات الروح على قناتكم قناة الحياة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكونوا على خير نعمة وعلى خير فضل يا رب العالمين بداية يعني أهنئ نفسي وأهنئكم بهذه الأيام المباركات التي عشناها ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيدها علينا وعليكم بالخير واليمن والبركة كان موسم الحياة طيب ومبارك والحقيقة المواسم لا تقاص بالخسائر والمكاسب تقاص بالطاعات والمعاصي يعني إحنا عندنا 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 مقياس يختلف عن مقياس أهل الدنيا مقياس أهل الأخرة مقياس أهل الدين يختلف عن مقياس أهل الدنيا مقياس أهل الأخرة دايما بيكون حساب معاصي أو طاعات إنما مقياس الدنيا بيقاص بأي بلاء من أنواع البلاءات التي تحدث في الدنيا من جهة الدنيا حصل خساير وأكثر خسارة فيها هي خسارة في الأرواح ولا نبلو أنكم ليس بعد الموت من مستعتب زي ما بيقولوا ربنا بيقولوا ولا نبلو أنكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الغريب إن ربنا استخدم كلمة وبشر يعني أنا عاوزك تتأمل معنا كلمة وبشر الصابرين البشارة تكون في المناسبات الجميلة الشيء الحلو أبشرك بزواج أبشرك بالنجاح أبشرك بترقية في العمل أبشرك بمال وفير أبشرك بمال حصلت عليه بأي شيء النفس الترتوق إليه وترتاح إليه دي اسمها البشارة يبقى البشارة تكون فيما تحبه ماذا؟ النفوس أبشرك بمال الصبر بيكون في إيه؟ الصبر يكون فيما تكرهه النفوس فهذا هو الفارق بين الصبر وبين البشارة البشارة تكون فيما تحبه النفوس إنما الصبر يكون فيما تكرهه النفس يعني تصبر على فقر تصبر على مرض تصبر على ألم تصبر على فراق أحبة تصبر على عطش تصبر على جوع تصبر على برد تصبر على حر إلى آخر هذه الأمور ما تيجي نقولهم كمان مرة مع بعض عشان ربنا يفتح علينا كده ونحفظ حاجة ونستفيد من حاجة من الحلقة الحلقات لازم ناخد منها فايدة كده البشارة تكون فيما تحبه النفوس والصبر يكون فيما تكرهه النفوس فالتنين ضد بعض في المعنى الظاهر صح؟ الغريب بقى إن القرآن حط الاتنين مع بعض القرآن رح عمل كده إيه؟ تركيبة مسجية غريبة جدا رح قيل وبشر الصابرين منين دول صابرين ومنين أبشرهم؟ ينفع أبشر واحد بوفاة ينفع أبشر واحد بمرض ينفع أبشر واحد بفقر ينفع أبشر واحد بألم؟ لا هم لزي القرآن أبشر الصابرين يقول العلماء لأنه لو علم الصابرون ما أعده الله لهم من الأجر لبشرهم الناس به ولهنأهم الناس عليه يبقى إذن القرآن بيتكلم مع أصحاب المؤشرات المختلفة المؤشرات التي لها مقاييس مختلفة ما بيكلمش أهل الدنيا أهل الدنيا حيتضرر حيتقفف حيزعل حيروح حييجي كلام ما أنت عارف آه لو حصل له مرض آه لو حصل له فقر آه لو خسر فلوس آه لو خسر آه حد بينهار بينتهي بيدوب عارف بينتهي خلاص بينتهي إنما أهل الأخرى المقاييس مختلفة تعالى شوف مقاييس أهل الأخرى اللي بدأت بموت النبي صلى الله عليه وسلم ما قلت لك قلت لك وبشر الصابرين ده المزيج اللي القرآن بيحطه أنت لازم تستبشر بخير لو جات لك مصيبة المصيبة مؤلمة أنا مش بتكلم بالمثالية المصيبة اتوجع كيفا ما شئت لكن اوعى تنطق بكلمة فيها كفر اوعى تنطق بكلمة فيها تطاول على الدين اوعى تنهار اوعى تستسلم اوعى تضعف المقاييس مختلفة ما أنا شرحت لكم المقاييس مختلفة المقاييس مختلفة اللي لازم يكون عندك مقاييس مختلفة تنظر بها إلى المصائب وأحداث الدنيا فاكر أنت لما مات النبي صلى الله عليه وسلم هل هناك مصيبة أعظم وأفضح وأفضح من مصيبة موت النبي لا أظن أظن أكبر مصيبة منيت بها الأمة هي وفاة حبيبنا الحبيب المحبوب صلى الله عليه وسلم أليس كذلك ربنا بيقول في القرآن وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجز الله الشاكرين كلمة وسيجز الله الشاكرين دي أرجوك تفهمها وتتأملها بشكل جيد وسيجز الله الشاكرين يعني الشاكرين إزاي المقام هنا مقام صبر ولا مقام شكر أنا عاوزك تتأمل وتسرح معاه شوية ده النبي مات أقوم بقى تطالبني بالصبر على وفاة النبي وفراق النبي ولا على الشكر غريب أوي ان القرآن يحط وسيجز الله الشاكرين إيه ده ده المفروض يقول في سياقنا اللغوي وسيجز الله الصابرين إنما القرآن وسيجز الله الشاكرين فلماذا قال الشاكرين بدلا من الصابرين قال لك لأن العبد لو علم أعظيم النعمة في القبض والبسط في الحياة والموت في الأخذ والإرسال في قدر الله عز وجل ومشيئته لشكر الله على ذلك كان سيدنا بن عطاء الله السكندري رحمه الله رحمة وسعا بيقول من انشغل من انشغل على شكر الله فيما أعطى انشغل انشغل عن الصبر فيما سلب يا سلام يعني لو انت في جيبك عشرة جنيه وتسرقت منك خمسة جنيه لو انت تشغلت بشكر ربنا على الخمسة جنيه اللي لسه موجودة في جيبك كنت انسيت الخمسة جنيه اللي تسرقت من جيبك طب لو تسرقت العشرة جنيه حتنشغل بشكر ربنا على الصحة ونعمة العافية طب لو عيان وانت سرقت حتنشغل بشكر ربنا على نعمة انك تعبده انك عابد لله انك ما انتش كافر ولا ملحد خد بالك مش بتشوف ناس معهم أموال ومعهم صروات ومعهم كل اللي انت عاوزو انما كفار او شواز هل فينا واحد يقبل ان يكون شاز وغني في غور الغنى اللي يجيب الشزوز هل فينا واحد يقبل ان يكون ملحد ملحد ما احنا شفنا شباب زي الورد وربنا سبحانه وتعالى ما يبتلينا ولا يبتلي ولادنا ولا ولادكم الحدو انكاره جود الله عز وجل يعني يعني هل فينا حد يقبل هذا طبعا لا فانت فنعم ربنا اللي تحمده عليها نعم ربنا اللي تحمده عليها اكتر بكتير من نعم ربنا اللي تصبر على فقدها اكبر بكتير من ابتلاءات ربنا اكبر بكتير من الشيء اللي تسلب منك تعالوا نقولها بشكل توضيحي اكتر النبي عليه الصلاة والسلام كان رحمة مهدا كنا ضلالا فهدانا الله به كنا من اهل النار فانقذنا الله به كنا من اهل الجهلية فعلمنا الله به رحمنا الله به غفر الله لنا به اكرمنا الله به ودوره ما انتهاش لا ده بعد وفاته بينتقل الى الطور او الى مرحلة الى فاصل اسمه الشفاع يعني هو مستنيك يعني دور النبي الغريب في دور سدن رسول الله ان كل الانبياء ادوارهم انتهت بموتهم كل نبي دوره انتهب موته خلاص ده نبي مات خلاص حيقابل ربنا بقى يشهد الله عز وجل له ويحدث الشهادة بينه وبينها ده الله يوم القيامة زي ما ربنا بيقول واذ قال الله يا عيسى بن ماريا انت قلت للناس اتخذوني امي الى هين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق كل نبي خلاص مات وحيبقى المساءلة بين هذا الى الا سدن رسول الله سدن رسول الله دوره ما انتهاش ده لسه ده راح عشان بيقدي دور تاني هو مستنيك في يوم القيامة وهو دور الشفاعة الشفاعة يعني حتقبله حتقبله صلى الله عليه وسلم وبعد الشفاعة دوره ما انتهاش لسه كمان اه لسه دوره ما انتهاش يستنك على حوضه صلى الله عليه وسلم ايه ده الكرم في العطاء ده علشان كده لازم نشكر ربنا على النبي وننشغل بهذا علشان كده قال وما ينقلب على عقبيه فلا يضر الله شيئا وسيجز الله الشاكرين دور النبي لم ينتهي ولن ينتهي صلواته ربي وسلامه عليه ده هو شفيع الخلق والانام يوم القيامة ده هو حيبقى الشاهد للانبياء الانبياء نفسيهم الذين كذبهم اقوامهم بين هادئين الله عز وجل يعني ربنا حيجيب ادم وادريس وانوح وهود وصالح وزر الكفر ولياس ولياس وزكري وزكري يا سريمان ودود يجيب المرسلين بقى الخمسة وعشرين حيقول لهم ابلغتم اقوامكم يا نوح بلغت قومك فنوح يقول له ايوة يا رب بلغت قومي فربنا يقول لقوم نوح وهو اعلم بهم اصلي ده يوم الشهادة كله بيشهد على كله كله بيشهد على كله ها فيقول لقوم نوح ابلغكم نوح رسالتي او رسالة ربي فقوم نوح كذبين يقول لا يا رب ولا قال لنا حق ولا الراجل قعد الف سنة الراجل قعد الف سنة يهاتي فيهم وهم في الاخر قالوا لا يا رب ما قال لناش حاجة وعزتك يا جلالك ولا قال لنا حاجة ولا قال لنا حاجة ما خد بالك الكفرين كلهم نصبين كلهم نصبين وكذبين ما هو مش كانوا بيطلعوا في البرنامج برامج يروح تدابي بالكلمة وتروح تقول له تقول لك والله العظيم ما قلت انا قلت كده ومالح يعمله قدام ربنا نفس الشيء يعمله قدام ربنا عشان تبقوا بس فاهمين هم دي طريقتهم ان هو يقول ويقول ما قلتش وما يقولش ويقول قلت ويعمل يقول ما عملتش ويعمل يقول ما عملتش يعني حالة من حالات الشيزوفرينيا كده عنده بتفهم مولوش راس من ديل يعني فهو المولى حتى بقول في سلطة المجادلة فاكر سلطة المجادلة ايه رأى اخر سلطة المجادلة هتقرأ ايا فيها العجب هتقرأ ايا ان واحد هيوقف قدام ربنا يحلف لربنا بربنا انه ما عملش كده تخيل الواحد فينا بيقى خايف لو وقف قدام زابط مباحث ولا ولا قدام وكيل نيابة ولا قدام قاضي ولا قدام راجل مسئول وما انت باعة تبقى واقف قدام الملك ملك الملوك سبحانه وتعالى اللي هو يطوي الله السماوات والارض بيمينة اللي الملايكة وقفة ارتعش ودوائف يقول له ايه زنيت له عزتك وجلالك ما زنيت سرقت له عزتك وجلالك يا خفر اسود على البشر جبابرة والله العظيم احنا جبابرة جبابرة حاجة كده يعني فين الاية اللي بتقول الكلام ده عشان بس عشان حسن تفتكروني بس راح كده الاية بتقول يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون انهم على شيء الا انهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فانساهم ذكر الله ففي نوعية من الناس لا يتغير حالهم ابدا باي حال من حوال كذبين فقوم نوح هيقول لربنا ان نوح ما بلغناش وكذلك الاقوم الاخرى بس انا بديك قوم نوح كمسان فالمؤلاء عز وجل يقول لنوح ومن يشهد لك انت في موضع حارجة هو يا نوح قومك بيكذبوك بيقولهم قال لي نشحك لقلنا ان في رب ولقلنا ما عارفش ايه فقول يا نوح فيقوم نوح في ربنا يقول لنوح ومن يشهد لك مين اللي يشهد لك انك بلغن ها تخيل بقى حضرتك يقول ايه سيدنا نوح مش هتصدق يقول امة حبيبك محمد امة حبيبك محمد امة النبي صلى الله عليه وسلم فذاك قوله خد بلك بقى في اندجي في القرآن اللي نقول لك دجي في القرآن وكذلك جعلناكم قبل ما اقول لك الاية ربنا سبحانه وتعالى حيسأل امة الحبيب يسأل نحن ابلغ نوح قومه فنقول بلى يا رب وعزتك وجلالك ابلغهم ولم يستجيبوا له الا النفر القليل شوف تخيل حضرتك فربنا يقول لامة الحبيب محمد ومن يشهد لهم فتقول امة الحبيب اللي ام احنا حبيبك محمد يبقى احنا هنشهد لسيدنا نوح وربنا يقول طب من يشهد لكم بصحة رواياتكم فنقوله حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم فذاك قوله تعالى وكذلك جعلناكم امتا وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدة صلى الله عليه وسلم عظيم بقى يا عم الشيخ الكلام واضح انه 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 يعني لابد ان احنا نفهم انه لازم نشكر نشكر ربنا على رسالة النبي محمد عليه الصلاة والسلام اللي حيكون درع وحص في الدنيا وفي الاخرى اذا كان هو في الدنيا بيمنا عنا العذاب وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون طيب النبي فينا ربنا منع عنا العذاب طب بعد موته وبعد موتنا ربنا يقول في مرحلة تانية بقى هي شفاعة العظمة يوم القيامة شفاعة العظمة يوم القيامة ان يشفع النبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه ربنا يشفع فينا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ويغفر لنا ولا عشان كده احنا لازم نتعلم انه ان كل شيء عندنا لها مقياس مختلف ده بداية الحلقة اللي انا هفكركم بيه المقاييس عندنا مختلفة المقاييس عندنا مختلفة يعني عندنا لما بيقع شهيد احنا مش نعزي احنا نهني احنا نهني ان الطلع مننا شهيد قدمنا شهيد الى الجنة ما ماتش في خمارة ما ماتش في كذا وكذا وكذا فانا عاوز اقول انه رغم المصيبة اللي احنا فيها في اعداد الحجاج اللي ماتوا في ميناء لكن انا عاوز اقول لكل واحد ابنه مات او ابوه مات او امه ماتت او اخوه مات او اخته ماتت الحقيقة ده وقت تهنئة اللي ماتوا تحت الرافعة في الحرم او اللي ماتوا في احداث ميناء او خلافه ده وقت تهنئة يعني خد بالك انت تفضل طول عمرك يتقال اللي ابوه مات في الحج الواده هو اللي امه هتبعى سيوم القيامة الملبية اللي 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 اخوه مات وهو بيقول لبيك اللهم لبيك انتوا فهمين انتوا اخدين بالكم احنا كنا في الحج انا الحادث كان بينه وبينه انا اخر الشارع والله 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 لو كان الانتحار جائزا لانتحرته هناك انما الانتحار يوضي صاحبه الى جهنم انما اللي نملكه ايه ان احنا كنا بنحسدهم بنحسدهم انت من تشايف غير وجع الموتة انت من تشايف غير الكلام ده كله هم لا يشعرون بما تشعر به اللي بيشعر اللي اصيب اللي بيتألم اللي على قيد الحياة انما اللي مات مات وايه انا عاوز اقولك ايه نزلين طازة من عرفات يعني بلا زم بلا خطيئة بلا صغيرة ولا كبيرة كيوم ولدتهم امهاتهم كيوم ولدتهم امهاتهم كيوم ولدتهم امهاتهم انقياء اتقياء قال عند اول قدم في الجنة اللي زعلان على موتة الناس الغليين اللي ماتوا انا عاوز اقول له ايه وريني انت حتموت ازاي ان شاء الله يخليك يا شيخ تبكي علي وعليك ابكي على نفسي وعلى نفسك مش عارفين هنموت ازاي اللي ربنا سبحانه وتعالى بيقول وما تدري نفسه ماذا تكسبه غدا وما تدري نفسه باي ارض تموت فيهم واحد كان يحلم ان هو هو حيموت بعد يخاف رفيض ايه يا شيء لا يصدق انا عاوز اقول لك انا في زهول والله العظيم في زهول ايه الموتة الشريفة دي ايه الموتة الملوكة دي ايه الموتة الكريمة دي ايه الموتة الراقية دي ما انت حتموت حتموت اوقع تفتكر ان طريق الموت هتفرق في الموت طريق الموت تحت قطر ZYMUT بكهراما ZYMUT غير ايه الموت بيقروه uhh موت مخنوق زي موت محروق مذاق الموت واحد انا اعوز افهمكم ده لازم تعرفوه مذاق الموت واحد انما طريقة الموت لا علاقة لها بمذاق الموت مذاق الموت لو انت تقي او صالح او ميت على طاعة انت لا تشعر بشيء يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجد المؤمن من الموت الا كالقطرة انفصلت من فام الدلاء او كما قال صلى الله وسلم يعني اعرف نقطة الحنفية اللي نزلت نقطة مية نقطة حنفية نزلت من الحنفية كده كده نقطة مية شوف الثلاثة الروح المؤمن بتخرج كده لحظة خلصة قصة انما ما تفتكرش انه بيتقلم لا لا خالص خالص امال المعافرة دي ايه دي نفس انما القلم ده لا تشعر فيه بشيء يا جماعة كلنا عملنا حوادث في عربيات في شوارع ساعة الحادثة انت ما بتحسش ما بتحسش بشيء نهائي يعني انا في مرة من المرات هقول لكم بس عشان تبقوا اكيد انتو كلكم مرتو وربنا ينجيكوا يعني في مرة المرات ادلقت علي وانا طفق شاب صغير كده صاب صغير حلت مية عارف انها مية بيغلي مية بتغلي انا عاوز اقول لكم ما حسيتش باي حاجة حسيت بعديها بقى انما لو كانت المية اللي بتغلي دي سببت لي وفاة انا كنت هقول لكم ان انا ميت ما حسيتش بحاجة انا عاوز اقول لك بس الكلمة دي فانا عاوز اقول لك الصدمة العصابية بتاعتها او اللحظة بتاعت الموت عشان كده ربنا سماها وجاءت سكرة الموت الملك الرحيم سماها كده سماها سكرة سكرة يعني ايه سكرة يعني زي ما قولك سكر الباب سكر الباب يعني اقفل الباب سكر الباب يعني ايه اقفل الباب معروفة في اللغة العربية ايه سكرة الشيء يعني اغلاقهو اعظني كده واضحة علشان كده اللي بيشرب الخمر ده مثلا ما بيحسش بالخط او بالرزع او بالضرب فبيسموه سكران فالسكران ما بيشعرش بشيء يقولك وطرى الناس السكارة وما هم بسكارة يعني عقولهم غيبة بس مشتربين حاجة لا ده عقولهم غيبة من هول اللي شافوه المهم حصل فصل البخ البشري ده عامل زي الارث لكتج بتاع الكهرباء عشان بس افهمكم يعني زي مفتاح البتشينو ده المفتاح ده انت بشغل بالتكييف لو شغلته اكتر من اللازم وحينصهر مش يستنى بقى لحد ما يضرب لا ده المفتاح بيفصل تريك يروح فاصل المفتاح اوتوماتيك عشان ما تحصلش حريقة تريك كده بيفصل المخ البشري كده بيفصل في لحظة مفاجأة معينة او المفاجئ او صدمة مفاجأة تريك فصل فصل اللي بيموت له ميت ربنا سبحانه وتعالى طاول عمر احبابكم بيفضل في حالة زهول كأنه مش حاسس بحاجة البعاد عن الميت بيفضل وعيته ويقطع فيه دفعه وصاحب الميت بيفضل قعد كده برأ وساكت لأنها السكينة التي ينزلها او ينزلها الله على من يشاء فأنزل الله سكينته عليه وأيّده بجنود لم تروها يا جماعة الزموا السكينة واعرفوا احنا ان احنا في العيد قدمنا باقة من اهل الجنة الى الجنة انا لا اتكلم لا عن مسئولية جنائية ولا تحقيق قضائي الموضوع ده له ناسه او له اناسه وازهئنا من الكلام فيه وربنا سبحانه وتعالى حتولى اظهار الحق فيه اننا احنا بنتكلم عن ايه عن موتانا عن هدايانا التي قدمناها الى الجنة عن العرسان اللي قدمناهم الى النعيم عن اهل الطاعة والفردوس اللي ماتوا على طاعة علشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقولك الفائز مش اللي عاش عيشة كريمة او اللي عاش عيشة الصالحين الفائز هو اللي مات ميتة الصالحين ازاي ربنا بيقول يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاطي ولا تموتن الا ايه الا وانتم مسلمون اللهم اذا احييتنا فاحيينا على الاسلام وان قبضتنا فاقبضنا على الايمان واجعل اخر اعمالنا افضل اعمالنا خواتيمها وخير ايامنا يوم لقاق ونسألك الفوزة في مساء صباحه الجنة او في صباح مساءه الجنة وانزل السكينة على قلوبنا يا رب العالمين فاصل ونواصل ابقوا معنا تلغرافات سريعة كده نقولها كده بالمناسبة يعني طبعا انا عاوز اقول لكم بس بداية اللهم صلي وصلي مبارك عليك يا سيدي يا رسول الله فرحمة الله على من مات وعاوز اقول لكم اللي يرجع من الحج يقول اجمل حاجة في الحج تبقى فرحان ماينفعش حضرتك تبقى انت يعني انت خيل انت شعور ابوك ايه شعور ابوك لو انت سمعك وانت بتتكلم مع اصحابك وقلت لهم العيشة صعبة قوي ابويا حياته وحشة قوي ده البيت زي الجهنم ده احنا ارفانين ده احنا البيت غير منظم ايه رأيك ينفع ابوك شعور يكون ايه تخيل واحدة زوجها زوجها سمعها بتقول ده انا بيتي وحش ده انا بيتي جحيم ده انا زوجي حياته لا تطاق حينبسط والعكس صحيح تمام اظن ما انبسطش انا عاوزك لما ترجع من الحج ما تقعدش تقول ايه ده الدنيا خنت خراب ده انا ما عرفش ايه ده احنا تعبنا ده احنا تبهدنا ده احنا لا الحج ذلك وما يعظم بص القرآن ربنا يريدك انك تتباه بالشعيرة مهما كانت المشقة مهما كانت المشقة ذلك وما يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب لازم تدلق تدي لها المهابة بتاعتها مش تتطول على الشعائر عشان تصفية حسابات ولا علشان تقول رأيك الرؤية النقدية بتاعت البعض دي في الحج وفروها النفسيكم والبعض يجيه قعد عاوزين يشيلوا من المملكة العربية السعودية المناسك عشان يخلوها تحت تدويل دولي اظن ده منتهى السافة لانه اولا عشان نتكلم كلمة شهادة حق لم ولن نجد مثل المملكة العربية السعودية في العناية بالشعائر وبالمشاعر وفي الحفاظ على الدين معلش بقى ايه انا حرفض انا اسف ان انا يعني يعني حرفض استقبال اي تليفونات عشان اقول كلمتين معلش يعني انا كنت قلت المخرج العظيم انا مستعد باستقبال التليفونات بس معلش استنونا بس شوية لانه هما كلمتين قبل ما نخرج شوفوا حضراتكم ال ال انت عاوز اللي بي الحارس على الدين او الحارس على الشعائر يكون بيحترم الدين المملكة العربية السعودية بتقوم بكل ما اوتيت من قوة ومن نظام للحفاظ على الشعائر والحفاظ على النسك اه توفير الخدمات للحجيج العدد الهائل اللي موجود ده نصدقش انهم كانوا مليون ونص ولا بتاعدوا لتتجاوزوا لتنين ونص مليون مثلا والفي الاحوال العادية بيكونوا تلاتة ونص مليون في السنوات العادية التوسيع اللي بتتعمل في الحرامين الخدمات المقدمة لكل العدد ده من غير اوبئة عارف يعني من غير اوبئة من غير مشاكل صحية العدد الرهيب ده بيأكلوا فين وبيشربوا فين وبيتعلجوا فين وبيتفوجوا فين وبيناموا فين وبيسكونوا فين مستشفيات طرق مرافق ضغطة على المرافق ضغطة على كل كل اللي ممكن تتخيله الكلام ده بيعملوه بانتسامة وبيهدوء وبسكينة وبصمت وبمنتهى الدأب وبمنتهى الحرافية الكلام اللي يقول غير كده يبقى غلطان افترض ان انت تعبت في سنة من السنين او حصل ارتباك في سنة من السنين هل دي مقياس وده بسبب اعمال توسعية رهيبة بتتعمل في المملكة في المناسك مقدروش يحركوا المناسك مقدروش يحركوا يلعبوا في في التواريخها علشان يخدموا على عمليات اصلاح ده مش نسيء انما النسيء زيادة في الكفر ففي الجو ده كله وبيحافظوا على النسك ان الاحتجاج الـ 220 جنسية اكتر من 300 فرقة ومذهب موجودين هناك ما بيتصدموش مع بعض في الشيعة وخوارج ومرجاة وقرامتها ودروز وبهائية ومسلمين ودوعة ودول علويين ودول معرفش دول ما بيدربوش بعض وكل واحد بيقدي الشعائر بتاعته في صمت وفي هدوء ده اعجاز وما بيقولوا لهمش الكلام يثير الفتن او يؤدي الى مشاكل وبيتيحوا لكل انسان يشوف توقيتات المناسبة ليه لأداء النسك بمنتهى السلاسة والهدوء كلام ده ده تناسة بارك الله في المملكة العربية السعودية يعني اللي بتعمله ده انجاز رهيب ولا بد يعني قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشكر الله ما لم يشكر ناش لازم نشكرهم ونقولهم جزاكم الله خيرا ونقول لشعب المملكة جزاكم الله خيرا احسنتم ضيافتنا احسنتم ضيافة واعتف تكر انك تطلع على حساب المراسم والحساب الحكومة السعودية والله ابدا انما عاوز اقول لحضراتكم احنا شفنا انه حتى الشعب هناك بيرحب وبيضيوف الرحمن وبيكلم معاك انك ضيف ربنا من تشضيفه هو ده اللي احنا شفناه ده اللي شفناه طبعا في مؤامرات بتحاك ضد المملكة من كل جهة من كل ناحية وانتو معارفين كده انما اوعوا تنسوا اوعوا تنسوا ان المملكة دي اللي وقفت في ظهر مصر ضد العالم كله ولا نسينا اوعوا تنسوا ان المملكة العربية السعودية هي الرجال اللي وقفوا وقدام العالم وقالوا هنا الناس مح بالمساس بمصر لما الشعب قرر بإرادته تغيير نظام الحكم في الملاد لما يعني تفتكروا الموقف ده وتفتكروا الموقف السعودي اللي عمره ما حيتفك من رقابينا وحيفضل طوق يا سعوديين في رقابنا الى يوم القيامة الشعب المصري لما قام ما كانش في ظهره بعض ربنا حد خالص الا المملكة العربية السعودية ومن حزا حزوها من دول خليج مشكورين لم يشكر لهم لم يشكر الناس فالحقيقة المملكة العربية السعودية هم رجال مقدرش عنهم مقدرش اقول عنهم غير انهم نموذج لكيف تكون الرجولة وهم ناس ملتزمين ومسلمين انا بقول لي كل واحد بينتقد انت بتروح تقد الشعائر بتاعتك لبتسمع ديسكو ولا بتسمع محل فتح قدام الحرم ها مشغل اغاني انجلش ولا اغاني اجنبية ولا بتشوف مناظر خليعة بيوفرولك جودين بتبقى انت هناك لا عاوز تسمع اغاني ولا عاوز تسمع موسيقى ولا بتفكر في المسرحيات رايح تعبد ربنا وماشي بتعبد ربنا بيساعدوك على ده فحتظل بلد الشعائر انا عاوز اقول المملكة العربية السعودية هي حصن للإسلام وحصن للعروبة وستظل كذلك ويجي بقى الضرب شغال من كل ناحية ضرب عسكري وضرب سياسي ويجي بقى على البعض يحاول يشكك دينيا يقولك انهم وقفوا عرفة غلط اتا متخيل حضرتك وقفوا عرفة غلط وقفوا عرفة غلط يعني ايه حضرتك معك تايمر مندوب من ربنا سبحانه وتعالى معك تايمر للموقت الصحيحة وعاوز اسأل سؤال التوقيت او رؤية الهلال المسألة دي تخضع لامانة النقل ولا لاثباته يعني لما الرسول عليه صلى الله عليه وسلم بيقول سوموا لرؤياته وافطروا لرؤياته لو كان الناس اللي انه الهلال تم رؤيته كدبين انت حتخش النار العبادة بتاعتك غلط النبي اللي قال كده مش أنا سوموا لرؤياته فجلنا جماعة قالوا يا جماعة احنا شفنا الهلال وبناء عليه المجتمع صام على رؤية اللي قاله وفي الاخر بعد شهرين قالوا تحكنا عليكم ما شفناش الهلال ولا حاجة ايه بقى رمضان ضرب مننا ابدأ عبادتك صحيح طب اسمع دي لو انتو بتصالوا ورا امام بتصالوا ورا امام وبعد كده الامام قال لكم انه بعد الصلاة بخلصة قال لهم على فكرة ما كنتش متوضي انا عاوز اقول لحضراتكم صلاتكم صحيحة العبادة صحيحة على ما تعتقد انت صحاته تقعدش تقول لي بقى ده ميل مية وخمسين درجة الا ستة وسبعين سنتي ده داخل ستة وسبعين سنتي الا اربعتاشر ملي الكلام ده كله يعني بعض الناس مش فاهم فوالي وجهك شطرة المسجد الحرام يعني لازم تنشن على الحجر الاسود اللي قدام الكعبة بيبص نحيط الكعبة واللي برا مكة بيبص ناحية مكة واللي برا السعودية بيبص في نص السعودية على قد المستطاع انما مش بيوجه صاروخ مش بيعمل احداثيات شمال 180 سين 140 عموما اخترعوا اجهزة بتحللنا المشكلة دي وخلصنا لكن عاوز اقول رفقا بعقيدة المسلمين ورفقا بمشاعر المسلمين رحم الله من مات وغفر الله لمن عاش وواسى الله كل مكروب وكل مسكين هو انا للوقت بتاع المفروض الحلقة ساعة بس هم قرروا يخلوها نصف ساعة اللهم لا اعتراض على الحق اه دي المصيبة بقى لو سألتني بقى اه المصيبة هي دي المصيبة اني اتحرم منكم نصف ساعة كاملة لكن الله يسمحهم ونأمل بكرة الجمعة ان شاء الله لما نتقابل ناخد الساعة بتاعتنا بالحق والمستحق اسأل الله لنا ولكم العفو والعافية وغفر الله لنا ولكم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة